اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او حتى اظافر القدم ويمكن القدم افضل من اليد لان الانسان لما بيجي يسافر او بيسعى الاصل في السعي القدم انا بممشيش على ايدي لكن انا بممشي على رجلي السعي الضرب في الارض فتزيين المرأة المتزوجة لازافر قدميها هذه الرؤية تبشرها بالسفر في الفترة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى طبعا الرؤية اللي بتخص شخص معين بقول يعني المرأة المتزوجة تزين يبقى خلاص الرؤية دي خاصة ومرأة متزوجة اه طبعا لما جاء اتكلم عن رؤية عامة يبقى للرجال والنساء عزاب وغيره عزاب اه رؤية اللي بعد كده رؤية الرجل المتزوج للصندوق الصندوق ايا كان خشبي ذهبي ايا كان الصندوق للرجل المتزوج هذه الرؤية تبشره بالسفر ان شاء الله رؤية الشاب الاعزب لديهان البيت وان كانت الرؤية دي ذكرتها في الزواج للشباب ولكن تدل ايضا على السفر للشاب في الفترة المقبلة باذن الله تبارك وتعالى رؤية تناول اللحوم مع ميت لحم مطبوخ وان اتناوله مع ميت هذه الرؤية تبشرني بالسفر ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية الزبادي بالعسل تبشر بالسفر ان شاء الله تبارك وتعالى في الفترة القادمة رؤية المرأة المتزوجة حينما ترى الشنطة شنطة الكتفة او شنطة اليد ايا كانت فهذه الرؤية تبشر المرأة المتزاوجة بالسفر اللي هي رؤية الشنطة رؤية اللي بعد كده رؤية الوجه الجميل المبتسم المجهول الذي لا أعرفه هذه الرؤية تبشرني بالسفر إن شاء الله تبارك تعالى رؤية الراتب الكبير إن مرتبي بقى كبير بغض النظر أنا موظفة لغير موظف لكن شفت في المنام إن أنا مرتبي بقى ضخم هذه الرؤية تبشر بالسفر إن شاء الله تبارك تعالى في الفترة القادمة الرؤية المخيفة المزعجة للمرأة المتزوجة وتأم في زوعة وتبحث وراء زوجها وهي لتعلم أن هذه الرؤية محمودة جدا 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 رؤية أن الزوج يخون زوجته في المنام اللي شاف الرؤية الزوجة شافت أن الزوجة هيخونها في المنام أنا دائما أقول أن 99% فاصلة 9 من 10 رؤية الخيانة الزوجية لا علاقة لها بالخيانة خذوا القاعدة دي علشان ترتاح لأن النساء لما بيشوف الرؤية دي بينزعجوا جدا 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 فرؤية المرأة المتزوجة حينما ترى أن زوجة هيخونها هذه الرؤية تدل لها على السفر إن شاء الله تبرك تعالى تظلونا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته